بقى النهاردة صفحات التواصل الاجتماعي قامت وما قاعدتش على صورة لأحد لاعبي كرة القدم المشهورين موجود داخل مسجد سيدنا الحسين واقف بجانب الضريح وبيدعي ربنا يعني الرجل بيتمارك بسيدنا الحسين لقينا بقى بوست طويل عريض من واحد نجهله يقوله أصل كده حرام وانت قدوة وهتخلي الشباب يعملوا زيك هو في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هدى وبعد أولا زيارة مراقد الصالحين من سادتنا الأنبياء والرسل عليهم السلام وأولياء الله الصالحين مشروعة وتعد من المندوبات أو من أعلى المستحبات كمان يعني مشروعه من أعلى المستحبات نعم أولا لأن في شرعنا الإسلامي النبي صلى الله عليه وآله كان يزور قبور أهل البقيع بل قبل وفاته بأيام قليلة زار أهل البقيع كالمودع له النبي محمد صلى الله عليه وآله زار قبر أمه سيدتنا آمنة بنت وهبة عليها السلام وناجى القبر أي قبر أم طويلاً وَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهِ وَهَذَا سَابِتْ بِأَخْبَارٍ صَحِيْحَةٍ المعلومة التي قد تكون لأول مرة للمسلمين وأخص بها برنامج التاسعة مساء في وقائع فتح مكة اختار النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تكون له قبة يشرف من خلالها على وقائع فتح مكة بقرب قبر السيدة خديجة بنت خويلد عليها رضوان الله مراقض الصالحين لا مانع حيث لا مانع في زيارتها وأقول لكل مسلم قضية التحليل والتحريم بيد الله وليس لقوات جماعات ولا فرأ ولا طرق ولا تنظمات ولا أحزاب تأدبوا مع بيان الله في صورة النحل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الآية الوحيد سيادة النائب الإعلام يوسف بيل حسين عفظك الله اللي فيها كلمة تكررت الكذب ثلاث مرات هذه الآية لبشاعة الاكتراء على التقوّل على الله ورسوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون الذين يحرمون أقول له طيب أنت لما تروح المسجد النبوي وبتزور قبر سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألم يقرر العلماء إجماعاً زيارة صاحبيه الكريمين سيدين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما طيب أنت مزور إحنا خلاص قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم زيارته مشروعة خلافة للوهابية المتسلفة لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الآية 64 من سورة النساء ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك جاءوا المين حضرات النبbreak صلى الله عليه وسلم حياً أو ميت جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول والآية باقية اليوم القيام ولم تنسخ قد تبالك ولو أنهم الظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيم أمر يخص المصريين بصفة خاصة والمسلمين بصفة عام يخص المصرين في ايه نحن منذ أيام قلائل ودعنا معجزة الإسراء والمعراج طيب يراك بقى سيدنا نبع السلام وهو راكب البراق تشريفة الملائكة سيدنا جبريل عليه السلام جاء فوق طور سيناء طور ايه في مصر قال يا رسول الله انزل فصلي ركعتين عند قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر يعني سيدنا محمد نعم جاء عندنا سيناء شرف الديار المصري في أرض سيناء ليلة الإسراء أنا كنت أقول لك الكلام ده الاثنين الفات بس وكان أمر الله قدرا مخضورة لما حصل العرض ما جناش فالمهم قال يا رسول الله انزل فصلي عند قبر موسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر قال سيدنا سلم فرأيته يصلي في قبره تمام النبي عليه الصلاة والسلام ديبقى ده في قبلة الإسراء والإيه والمعرات الكثيب الأحمر ده اللي هو فيها جبل يعني بالقرب من الحدود الفلسطيني الأيه أنا راجل أستاذ شريعة مش أقول لك إسرائيل هي فلسطين المحتلة ولا أقول لإسرائيل أبدا هي فلسطين المحتلة فالكثيب الأحمر عند الحدود ما بين مصر وما بين فلسطين المحتلة لسه جنابك الله يبارك فيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن الأنبياء أحياء في قبورهم كالشهداء تمام لما نأتي كما قلت لك لمسألة طب غير الأنبياء لأنه ممكن يجادلوا المتسلفة يجادل يقول لك طب ده رغم أنهما بيزوروا قبر النبي ممتعدين أقول لك واتحمل أثار لأنه هما بيتعبدوا بكلام ابن تيمية أعلى من النبي لا إله إلا الله أقول ولا قوت إلا بيه إذا كنا بنجيب الآية والحديث يقول لك لا ابن تيمية قال ما ينفعش في التشريع الإسلامي الاستدلال بالقرآن الكريم بالسنة النبوية بإجماع العلماء ابن تيمية هو اللي شز هم تركوا نصوص القرآن الكريم اللي أراناها تركوا نصوص الأخبار النبوية تركوا وقائع النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيزور أهل البقيع وآخر ما فعله في الدنيا قبل أن يصل وراء سيدنا وبكر عليه رضوانه الله لما حدث بنشاط في المسجد أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع ثم صعد المنبر وعلى رأسه عصابة طبعا من الصداع والحمة ثم بعد ذلك لما حس بنشاط بعد كده صلى وسيدنا وبكر عليه رضوانه الله وكان آخر العهد بالدنيا صلى الله عليه وسلم لما نيجي نذكر هذه الأدلة ما بيقتنعش بيها يطوح بآيات القرآن يطوح بالأحاديث النبوية يطوح بإجمال علماء يعني حضرتك مثلا لما نأتي بطائفة من كلام اسيادنا العلماء يقول لك لا يطرق الإجماع مع أن الأصل إيه أنك تتبع السواد الأعظم إنما لما يجي واحد يشز ابن تيمية بينكر زيارة قبر الرسول ولا يحبي الذهاب يقول لك لا أصل إيه استدل خاطئا صلوا علي مش عارف إيه والله ما لا تجعل قبر وسنة يعبد تم وقبر النبي لا يعبد ما حدش عبد قبر النبي الرسول قال صلوا علي حيث كنتم أيوة حتى لا يتكبدون المشاقة فليس شرطا لما تصلي وتسلم على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إنك تأذهب إلى القبر الشريف الصحابة زاروا قبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت يعني عندك مثلا رسول ما كان بيودع سيدنا معاز بن جبل هو ذاهب إلى اليمن قال له يا معاز لعلك لا تلتخي به ولعلك تمر بمسجد وقبر هذا فجاء معاز وجد النبي فعلا قد مات فجاء معاز ومر وجهه على قبر رسول الله خلي بالك ومعاز أعلم الأمة بالحلل والإيه والحرام كذلك بلال الحبش المؤذن لما رسول الله السلام مات هو كره أن يظل في المدينة ورعى للحدود ما بين الشب الجزيرة العربية وما بين الشام جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام قال ما هذه الجفوة يا بلال ألا تزورنا فركب الرحلة وجاء إلى المدينة ثم أزن فضجت الأهل المدينة بالبكاء تذكروا بقى الزكريات وأيام سيد النبي عليه الصلاة والسلام وأول من رفع الأذان بزر فالنبي سيدنا بلال الحبشي جاء إلى قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لسه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يدوم على زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الممتعدين من زيارة قبر رسول الله وقبر الصالحين السيد عائشة رضي الله عنها اللي قال عنها الرسول السلام خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء قالت كنت أزور خبر النبي صلى الله عليه وسلم دون حجاب لأنه زجها فلما دفن أبو بكر رضي الله عنه كنت أزور بدون حجاب فلما دفن عمر زرت بحجاب إيه رأك بقى فعل السيدة عائشة يبقى عندك هنا سيدنا أبو أيوب سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا معاذ بن جبل بلال الحبشي كل هؤلاء في زيارتهم لقبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأئمة الإمام البخاري اللي هم بيدعون لهم بقوله سنة طيب يراك الإمام البخاري كتب كتابه المفرد الآن كتبت وين في ضوء القمر بجوار قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده الإمام مين إمام البخاري فحضرتك تضافرة النصوص القرآنية والأخبار النبوية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم وإجماع العلماء في كل زمان ومكان على مشروعية زيارة مراقد الصالحين من أنبياء ورسل وأولياء وشهداء ولنا في رسول الله الأسوى الحسنة حيث زار قبور أهل البقية وصلى بجوار قبر سيدنا موسى عند الكثيب الأحمر في أرض سيناء المصرية هو ما فعله اللاعب في نص دقيقة هو مشروع أن يزور وليا أو من آل البيت أو من الصحابة ورد العنم أرضهم هو بس المأخذة الأولية للمسلمين زيارة مشروعة أن نبتعد عن القبر فلا نمس المقصورة من نحاس أو من خشب أو من رخام ونستغفر الله عز وجل إذا كنا سنتوسل بجاه أو مقام المدفون في الضريح لكن نعتقد نحن المؤمنين المسلمين أن النافع هو الله وأن الضار هو الله ومجرد توسل بالجاه لا أكثر ولا أقل صحيح